لا يوجد بيت مصري لا يحب المخلل اليوم سنقوم بعمل المخلل لتكلير خلال ثلاث ايام ثلاث ايام فقط ثلاث ايام عصفر يجد بعد يومين تكلي منه و ثلاث ايام مخلل يجد يستهل بقت يستهل ماذا رأيكم في الجمال والحالة؟ وعايز اقول لكم التكلفة كلها ماشاء الله اكبر عملت ثلاث برطمانات وعملت الشفشق هذا اللامون ومكلفن كل الحكاية ماشاء الله 40 جنيه ماذا رأيكم في الجمال والحلاوة؟ شوفوا بقى انت لو تشتريها من بره قبل ما نبدأ على الفيديو لايك الجميل عشان اللايك بيرفع الفيديو ماشي انا ماشاء الله معي 2 كيلو من اللامون تمام اللامون اليومين دول حلو جدا ومعي ربع كيلو فلفل مشكل حامي على بارد ومعي ربع كيلو فلفل احمر ماشي ومعي 2 كيلو من الخيار كيلو كبير وكيلو صغير زي ما انت شايفة كده ومعي كيلو من الجزر وهيحتاج للوصفة دي كلها فصين من التون بس تمام كده اول حاجة هبدأ بيها طبعا انا عايزة المخلل بتاعي هو هيتاكل في خلال ثلاثة ايام بس تمام فلازم اقطع اللامون زي ما انتو شايفين كده هوا ده اللامون القطع الصغير ده ده اللامون القطع الصغير ده هيتاكل من الجزر انا خلصتك المية اللامون ومثلا اللامونة اللامونة اللي انا هعصفره زي ما انتو شايفين كده هوا حالة كبيرة جدا ومغدك المية اللامون دي كلها ومالياها مية انا عايزة مية كتير لان المية اللامون دي ده اللي انا هشتغل بيها طول المخلل تمام كده نبدأ بقى نجيب الخيار بتاعنا كبير ده نقطعه هتاقطيع كده عشوائي زي ما تحب ماشي الصغير دي مثلا هقطعها كده نصين اقطع شوية كده مثلا سوابع زي ما انتو شايف التقطيع اللي تنسبك اعمليها تمام كده ومشاء الله سهل وبسيط واقتصادي جدا جدا تمام؟ انا كده خلصت خلاص كمية الخيار اللي موجودة معايا كلها اهوات بصوا يعني انا بواريك وانا مقطعها كذا شكل نجيب بقى كيلو الجزر بتاعي كده انا اضافه كويس جدا طبعا ونبدأ بقى نقطعه ماشي كده نصين وبعد كده هجيب السكنة اللي هي بتاع المخلل وابدأ ان انا اشكل بيها عشان تديني شكل في الاخر تمام؟ انا كنت جايبة للأسف ارنبيطة كمان عشان كنت هعملها وجيت وبعد ما خلاص خلصت يعني جهست الحاجة وكل حاجة واشتغلت فيها ماشي بدور على الارنبيطة ملقتهاش فتقريبا كده والله يعلم ان انا ممكن اكون نسيتها في السوق ماشي كنت جايبة كرافس لان بصراحة المخلل بالكرافس حاجة تانية خالص بس بجد ما لقتهمش وزعلت جدا جدا بس خلاص قلتي هماشي نفسي باللي موجود عندي في البيت وخلاص تمام؟ الفلفل بقى الصغير الحامي ده هسيبه زي ما هو صغير كده بس هشيل ايه؟ العنقود بتاعه من فوق ماشي انا جايبة مش فلفل اللي هو ده ده مش حامي هقطعه بقى كده على التقطيع اللي انت عايزها على الحجم اللي انت عايزها انا بحاول ان انا قطع صغير بحيث ان انت ايه؟ تكليها على طول تماما اخلص كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة ده بقى في الفلاية وفاص طوم ده الدقة بتاعت المخلل بتاعنا هضرافهم كويس جدا جدا في الخلاط من غير ملح ومن غير اي حاجة واسفهم على جنب كده خلاص اللمون بعد ما استاوه هاتطته على ناره واول ان بدأ يغلي هسبتله خمس زقايب بالضبط بعد كده تعليم اجيب بقى البرطمان بتاعي كده ونسمي الله كده ونبدأ ان احنا نجاهز في المخلل بتاعنا ماشي هي دي كده حرقة مش كويسة من ناحية ايه بقى؟ من ناحية ان انا اللي حطيت وفي الاخر جيت اقلب مالقتهوش متقلب معايا كويس بس طبعا لازم الواحدة فينا تتنصح جيت بقى في البرطمان التاني وقلبت كله على بعض فانتوا يستحسن تجيب طبق كبير كده وتقلبي في كل الحاجة على بعضه عشان تبقى كلها متساوية ومتشابهة تمام؟ وبعد كده تبدأ تحطيه اللامون عايز اقول لكم بصوا مولع ماشي بصوا بقى انا اتنصحت ازاي في البرطمان التاني هقلب بقى كل ده كويس جدا كده مع بعضه ماشي انا عايز اقول لكم ان انا حطيت في البرطمان التاني الكبير وبعد كده رجعت في كلامي وقلت لا انا هخليهم على برطمانين صغيرين احسن عشان انا عارفهم متأكد انا بكرة الصبح ان شاء الله هاكل مني تمام كده اهوت زي ما انتو شايفين كده ما تنسيش ان الميا اللي انت هتسلقي فيها اللامون هتخليها يا ست الكل لان انا هنشغل بيها ماشي انا خلاص جهزت كده البرطمانات عندي زي ما انتو شايفين ماشاء الله ونشوف بقى ايه اللي بعد كده خلاص كده اه الدقة بقى نجيب الدقة بتاعتنا الجبارة دي بتدي لون وطعم وريحة طحفة عايز اقول لكم ان التون فيها ميخلي رحة الفلفل حلو جدا ده بقى شافشق معايا كبير ماشاء الله ده تقريبا ان شافشق بياخد ريتلين من المياه احط فيهم اربع معالي من الملح كبار هراميين كده وبعد كده انا حاسيت ان هو في الاخر محتاج معلقة كمان فهو حطيتهم لهم يعني هو كده بالزبط المخلي المعايا المشكل خد خمس معالي من الملح ومعلقتين كبار سكر ماشي دي المادة الحافظة يا جماعة بتخليه يعود معاكي من شهر لشهرين ما بيبص ولا يمير ولا اي حاجة وحاجة كمان حلوة جدا جدا هي ربع معلقة كركم تمام دي المادة الحافظة برضو بتاعت المخلي انا مش عايزي يدي لون ومش عايزي يدي طعم هو ربع معلقة صغيرة بس طبعا عشان انا هيكل المخلي على طور حطيت له اربع معالي من الملح من الخل مش هتكليه هتسيبين رمضان يبقى ما تحطيش عليه خل خالص تمام كده اهوت انا ادي معلقة الملح لان احايته ان هو طعمه محتاج ان هو ملح تاني هاجب بقى البرطمنات بتاعتي كده وابدأ اسمي الله كده هوت ونبدأ بص يا جماعة الميا مولعة ده بيساعد لك ان المخلي بتاعك ان شاء الله بكرا بعده هاكل منه على طول ماشي انا عايزي اقول لكم ان انا لأ وانا بقلبه لن ناحية التانية كده عايزي اقول لكم ان انا حايت ان الخيار بدأ ان هو ايه يغيل لون وكده ماشي هركنهم بقى كده على جمب ونبدأ بقى نجيب اللمون المعصفر بتاعنا انا جبت الفلفلية الحامرة اللي كانت بتبقية معايا مع تلات جزرات وبشرطوم كويس جدا في الكبة زي ما انتوا شايفين حطيت اربع معالق كبار من الملح وده عصفر وحبة البركة حطيت تلات معالق كبار عصفر وحطيت معالقتين كبار حبة البركة تمام بس كده ده الحشوة بتاعت اللمون بتاع المعصفر مشي اقلب بقى كل ده كويس جدا كده عشان عايزة كل حاجة تدخل في قلب بعضها مشي بالراحة كده اهوت زي ما انتوا شايفين اخلص كل التقليب كويس جدا عشان اتأكد ان كل حتة انا باخد كل معلقة يبقى فيها كل حاجة مشي طبعا انت طبعا انت طبعا الكمية تتضاعف عندك او تقل على حسب ما انتوا شايفين تمام انا بما يعادل ان ده تقريبا كيلو لامون انا كنت جايبا اتنين كيلو ده كيلو معاصفر والكيلو التاني في المشاكل زي ما انتوا شايفين معلقة كده وهضم عليها اللمون كده والعلبة بقى بتاعتك اهم حاجة يكون برطمان او علبة ليه غطى مشي محكم كده عشان هو فعلا يومين التالت هتاكلي منه ان شاء الله وهتلعوا معاكم كمان باذن الله تمام زي ما انتوا شايفين كده كل اللمون بتاعي هبدأ ان انا نحشي وارسه كده فوق بعضو يا جماع يعني اخلص اول صف وبعد كده ابدأ تاني صف وتالت صف ورابع صف تمام زي ما انتوا شايفين كده وزنائي جدا على قد ما تقدر في قلبه بعده ما تلاقيش ما بيجراله اي حاجة ماشي عايز اقول لكم ان هو بينزل الملح بتاعه منه كده ويبقى جدا ده بقى 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 الميا بتاع اللمون اللي انا كنت غليا حاطت فيه معلقتين كبار جدا مليانين كده من الملح تمام ملكيش جاعة بالمالح اللي جوه اللمون ماشي ده حاجة تانية لازم من مي يكون فيها ملح ومالح كويس عشان يبقى كويس معاكم هاخد البزر درميه وهتحس ان فيه في الطبق ملح هنزله زي ما انتوا شايفين كده هوا تمام كده تعالوا بقى كده نشوف الجمال الاهم حاجة يا ست كل قبل ما تقفليه بالغطاء الكيس ده عايز اقول لكم ان الكيس ده بيخليه لا بيتخله مهوى ولا مية ولا اي حاجة ويسيبوا مقلوب معايا زي ما انتوا شايفين كده هوا تعالوا بقى نشوف المده الحافظة بتاعت اللمون احنا لغاية دلوقتي محاطناش اللمون مادة حافظة هي ايه بقى بعد ما تروسي كده وتخلصي تجيبي ربع ما بين الرابع وما بين النص كباية زيت تمام شايفين الشكل البرطمنات يا جماعة حلو قوي ولا الريحة مش قادر اقول لكم ااكني فتح محل محل مخلل تمام اهوت بقى ده نص كباية يعني مش كبيرة قصد نص كباية كده من الزيت دلمادة الحافظة بتاعت اللمون بتاعي لو قاعد معاك من دلوقتي الرمضان ان شاء الله مش هيجراله اي حاجة وبالفة هانا وشي فا اي رأيكو بس كده يا جماعة الفيديو كان خالص ياريت تحطولي اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفوني ويارايكو في الجمال والحلاوة لو الفيديو بجد عجبكو ياريت تحطولي اللايك